عصيرة الأعمال السورية السنية شو تبعت؟ كونك ما عملت شي كنت عم تتفرج أكيد شو لفتك بصراحة صفيح ساخن لذكرك خريف في العشاق 20-20 350 جرام حارة القبة باب الحارة هدول مسلسلات أخذت سيطي عليك شفت شي من كل شي يعني ما شفت كل واحد شو عم يطرح بس ما شفت يعني لدرجة أنه أنا يعني أقدر قيم تماما ولا عمل فيك تقيمه هلأ لا لا ولا عمل فيني قيمه لكن لكن بقدر باخد إشارات يعني أنا بشوف حلقة مثلا هو واحد بقول لك شفت حلقة طيب لازم تشوف 30 أوكي صح لكن أنا كمان باخد إشارة للطريقة للطريقة أنا بالنسبة إلي ما في عمل ضربة عندي يعني يعني ولا عمل حسيد يا الله من كل الأعمال اللي كان في كم كبير من كل الأعمال أنا شفت أعمال أحسن من أعمال يعني أعمال تفوقت على أعمال مثل خلينا نحكي أسماء لأنه هذا حكي عام يعني مثل العمل اللي عمله سيف كان على صفيح صاخن كان أعلى من يعني أعلى من غيره حارة القبة بالنسبة للأعمال الشامية كان أعلى من غيره مثلا وهذا اللي شجعني أن أنا أصلا يعني أرجع مستبعد عن الأعمال الشامية ليه؟ يعني أه؟ أنت مستبعد عن الأعمال الشامية أنا ما عملت غير أسعب الوراء بلتلك وكانت رواية تماما رواية وأنا ما يعني لا أنا طلبت ولا هني ترحو أسمك ولا هني لأنه أنا ما بقدر بتحمل الفكرة بأماني لا تجيد الشامية لك لا 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 طيب أي من أفندي بأسعب الوراء شو كان عم يحكي يصيني لا أصدي أنه فيه هيك أكسنت أو فيه ولا ولا لا شو الحكي لا لا هذا كلام خنجة روش بس هذا الموديل يعني هذا الموديل أنا ما بحبه أصلا ما بحبه وهلأ الدور اللي انطرح عليه بحارة القبة ما في هذا الشكل فيه كاركتر عجيب غريب يعني أنا رايح لمنطقة أخرى تماما كان فيه ريهان على حارة القبة يقدم شيء مختلف عن عن الحارة وهو حصل وهو حصل حصل بشو حصل بطريقة المعالجة بالستوري بالفكرة بالفكرة بالطريقة بكيف ينبنى الحدث نفسه باختيار الناس يعني كان العمل تقيل لكن عم قللك كل الأعمال لا تقارن بأعمال كتير من عملة مهمة بتاريخ الدراما السورية يعني بمعنى لكن نحن بمرحلة إعادة يعني عرفت يعني مثل إذا واحد شيف وتارك الطبخ عشر سنين فبيرجع يعني بده لمسات وهي يعني ما صرنا عشر سنين بنحكي بنقول لسا عم نرجع لأمتى لحن ضل نرجع لأنه نحن طالعين من بس نحن موقفنا طالعين ولو عطول كان في إنتاجات حتى في 2015 عام عزل الأزول أنت كنت بمأسات وطالع من مأسات وغصبا عنك شئت أم أبيت معلقة بركبك بصلا أنت مانك طبيعي أصلا ما في سوري طبيعي أصلا ما في سوري مانو مريض إذا بدك يعني نحن مرضى نحتاج إلى علاج والعلاج أيضا ممن برة بدنا نعالج حان بدنا نحب بعض بدنا نتعلم أنه هاي العشر سنين اللي دمرت كل شي أنه كيف نحن نقدر نحب بعض لدرجة أنه نقول لا بدنا نرجع بدنا نرجع بس ما بنرجع لحان أنا عم لاقي ناس هلأ ما عم تستفيد من اللي صار عم شوفهم أشرس من الأول أشرس بقلو لك عشر سنين ما علمتك ما علمتك أنك تكون بني آدم لك ما حسيت أنه أنت نجوت بإعجوبة من هالعشر سنين يعني هاي النجات ما بتخليك تروح لمكان بالعقلية أفضل هي نقصة يعني يعني لقولة المصريين هي نقصة يعني نقصة تكون وسيخلق يعني بعد كل هالعشر سنين الدبح والقتل اللي عم ناكله هلأ كمان بدك كون وسيخ ولو خلاص بقى لذلك هذا بينطبق على الدراما بينطبق على التجارة بينطبق على كل شي نحن طالعين من 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 مأسات هاي المأسات بده واحد يكون فيها بني آدم بحاجة نحن بالتوازم على الانتاجات المحلية كنا عم نشهد نهضة ومنافسة إذا بدك تقول الدراما المصري بتنوع كان ملفت شفنا عمال مثل الاختيار بجزء الثاني طاوص لعبة نيوتون كوفيد 25 غيرهم كتير تابعت مصري تابعت بنفس الطريقة أنا طيب يعني شو أنا بقدر تابع 40 مسلسل سبقونا بالدراما السنة مو بس السنة عطول سابقنا يعني لون سنوات سابقنا شو سبب شو سبب إنه طلعنا وكنا سيدة صرنا عم تعرفت كيف التالي المثال أكي لأن أولا كل شباب السينما دخلوا على التلفزيون يعني نحن لما عملنا أسمهان لما عملت أسمهان مع شوق الماجري عمل عمل ضجة لأن شو هاي السينما إيه السينما كانوا إني مع أستاذ مجدي أبو عميرة ومع أسماعيل عبد الحافظ ومع جمال عبد الحميد ومع محمد فاضل فيه شكل كلاسيكي للدراما المصرية ثلاث كاميرات والزوم تعرف أي حركة هلأ كله سرعة مش طغلة ماشي بعدين إجا أسمهان كل حلقة فيلم السنة اللي بعدها على فكرة كل مغرجين السينما الشباب دخلوا على على التلفزيون السنة عندنا كان محاولات لشباب دخلوا على التلفزيون إن كان جول سعيد ولا السدير لذلك طب بتحس بالفرق يعني سدير مثلا بيعاملوا القيد مجهول تابعت العمل يعني هذا العمل طيب نحن هدول الشباب ولا حتى ابني طارق ولا رفقات ومعنى كلهم هدول الشلي هدول رفقاتي يعني أنا هدول أصحابي اللي أنا بما أنه طارق واحد منهم فأنا قريب كتير من كل تفاصيل اللي بيشتغلوا عليها فيه كل موهبة وفيه كل فلتة بد أحلم الله يعني نحن لازلنا هلأ عم نشتغل بعقلية اسماعيل عبد الحافظ ومجدي أبو عميرة الأسازة الكبار أسازة مهمين جدا لكن هن مرحلة كلاسيكية هلأ المرحلة تغير كانت ولا حتى هيسب حقي ولا ولا كذا يعني يا خال الحرير هلأ شوف خال الحرير شوفوا عمل مهم جدا وموضوع مهم وإخراج مهم لكن بالنسبة للشي اللي هلأ عم ينعمل مختلف بتحسوا لا كلاسيك أقل يعني بتحسوا من الكلاسيكيات خلص يعني ما عاد فيك هلأ تعمل خال الحرير تخيل هلأ تنتج خال الحرير تعمله هيك أكيد حيكون فيه صورة بصرية مختلفة مختلفة حركة مختلفة طريقة مختلفة أداء مختلفة كل شي مختلف رغم رغم الجودة عم لك نحن هلأ يعني أنا الأعمال اللي شفتها هلأ بيشبهوا الأعمال اللي أنا عملتها أسير الانتقام وأعيد وصماحي لا بيشبهوا يعني ما شفت قفزة يعني هن كويسين مناح فيهن جودة فيهن حب فيهن تمثيل حلو لكن على المستوى أني أنا ناطين نطة بحيث أنه ما مصر يعني مصر الإمكانيات يعني أنت عم تحكي بمسلسل بكلف ثلاثة مليون دولار ونحن هون قدي بكلف فيهن نهيك كلف هنهيك كلفة لا أبدا أبدا كام أسمهان أسمهان كلف ثلاثة ونصف مليون دولار محمود درويش كلف ثلاثة مليون دولار بظن هلأ 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 ثلاثمائة ألف دولار هلأ أعمال بالمؤسسة ميتين ألف دولار يعني أنت عم تحكي شو دك توقف قدامه يعني مين بدك تجيب يعني مين بدك تجيب نعم يعني مين بدك تجيب بميتين ألف دولار لتعمل مسلسل من فنيين أنا ما بس موسرين يعني حتى لو هديتك يا أخي البطولي أنا بقلك أريد يشتغل معك بلاش واحدين طيب مين بدك تجيب معي فنيين مين مدير تصوير من بدك تجيب الكوالي الكاميرا الألكسا هاي من بدك تجيبها زي هاي مثلا بألف دولار بليوم عندك ستين يوم لحالة ستين ألف دولار في تقليفة